موسيقى أهلاً وصهلاً بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في هذه الحلقة نذهب إلى البلد الذي برع أدباؤه وفنانوه بأن يقدم نموذجاً للإنسانية يحتفى به على مستويات عدة سواء في الكتابات الإبداعية المتعلقة بالجانب النثري أو كذلك في الكتابات الشارية التي تنطلق وتنبعث من قيم شتى تسعى إلى ربط أواصر الإنسانية وصبغها بلون البيض مشاهدين الكرام في هذه الحلقة يسعدنا أن تكون معنا هنا في الأستوديو الشعر الجزائرية الدكتورة خديجة طيب أهلاً وسهلاً بكم في بيت القصيد أهلاً بكم أستاذ مطر شكراً جزيلاً خديجة في البداية وقبل ما نذهب للنقاش أو للقصائب حدثينا عنك قليلاً خصوصاً عن امتياز الدكتورة المتوقع أن تحصلي عليه بعد ثلاثة أشهر من الآن تقريباً كما وشيت لي قبل الهواء يعني هو كان حلماً منذ أن دخلت إلى تخصص لغة والأدب العربي منذ سنوات يعني طبعاً أنا التخصص الأول كان تخصصاً علمياً علم الحاسوب ولكن لعلاقة الوطيدة بالشعر واللغة العربية وجدتني منجذبة إلى دراسة التخصص الأدبي أو اللغوي وكان حلماً منذ أن بدأت في السنة الأولى بالجامعة والحمد لله حصلنا عليه ونحن نشتغل الآن على إتمام المذكرة إن شاء الله إلى سيرات ذاتية قصيرة تقدمينها لجمهورنا خديجة طيب دبة جزائرية شاعرة وتحمل في طيات شعرها مشاعر ورسائل وقيم تتمنى أن تصل بكل عفوية ومحبة إلى المتلقي إن شاء الله تصل وهذا مما لا شك فيه إن شاء الله دكتورة خديجة على اعتبار ما سوف يكون إن شاء الله وأنت حقيقة بهذا اللفظ وهذه الدرجة العلمية ولا شك في ذلك عن القيم والرسائل التي جئت على ذكرها بشكل عاجل حينما عرفتنا عن نفسك ماذا عن هذه القيم والرسائل أبرز القيم التي تحافظ خديجة الطيب بقصائدها على أن تكون حاضرة حدثين عن هذه القيم والرسائل بكل بساطة القيم التي أصبو إليها أو أدعو إليها من خلال قصائدي هي القيم التي تشكل الإنسان الإنسان بمجمله فكرا وروحا وشعورا أدعو إلى أن أكون أنا والآخرون الذين أعيش معهم في هذا العالم أن نحقق فعلا إنسانية هذا الإنسان الذي خلق لكي يعمر في هذه الأرض وأن يصلح فيها وأن يتعايش مع الآخرين وأن يحقق أهدافا سامية ترقى بإنسانيته وبفطرته السليمة عن مدى صلتك وقربك وعلاقتك بالقصيدة التي تكتبينها سواء قبل الكتابة أو أثناءها أو بعدها حدثين عن هذه العلاقة كيف تتخيلين شكلها؟ طبعا علاقتي بالقصيدة بحكم أنني بدأتها مبكرا في سن صغيرة يعني غير واعية بما أكتبه يعني غير واعية بكونه شعرا ويعني لديه خصائص وقواعد إلى غير ذلك ولكن مع تقدمي في العمر وفي هذه التجربة أدركت أن علاقتي لأنها نشأت عفوية أحببت أن أتركها دائما وليدة الشعور وليدة اللحظة وليدة الفكرة وليدة القضية إن صح التعبير فلهذا أحب دائما أن تخرج قصائدي صادقة حية يعني يشعر بها الناس كما أشعر بها أنا عند كتابتها سنأتي على حديث القضايا ولكن قبل ذلك نريد منك قصيدة بأدائك الجميل وإلقائك المميز تفتتحين لنا بها هذه الحلقة تفضلي يعني لأنني لا أحفظ القصائد كثيرا سأحاول أن ربما سأقرأ روح القصيدة روح القصيدة في عيون الأمهات في كف جدات تخطينا الحياة هذه الجدات وهذه الحياة وهذه القصيدة التي تفرض على الشاعر أن يعني يتجاوز فكرة الحفظ إلى فكرة الإيمان بما يقوله لكن لماذا اخترت هذه وإن كنت لست مثلا متثبتة من حفظي أو ما شابه لماذا هذه بالذات اخترتها لأنها قريبة جدا إلى قلبي وهي من آخر القصائد التي كتبتها تحدثت فيها عن حقيقة الشعر يعني أين تكمن وروح القصيدة أين تكمن أحببت أن أنوه إلى أن الشعر الحقيقي ليس هو ذلك الذي يحافظ فقط على الشكل والوزن والقافية وعلى المفردات اللغوية القوية وإنما الشعر في حقيقته هو ذلك الذي يخرج من روح الإنسان ليصل إلى روح الإنسان طب أستاذ خديجة قبل أن نذهب إلى حديث القضايا الذي على ما يبدو أن لديك ما تقولينه فيه نريد أن تأخذين إلى أولى القصائد التي تودين إلقاءها علينا في هذه الحلقة نعم ربما سأقرأ قصيدة روح القصيدة وهي من آخر ما كتبته نعم أقول فيها روح القصيدة في عيون الأمهات في كف جدات تخطينا الحياة في ضحكة الأطفال في شيخ حنى في قلب صب هيجته الذكريات في الحزن في الإشفاق في عفو سمى بالروح عن حقد الليالي المحرقات يا سلام في الشوق يورد أهله نار الجوى يرمي السهادة على العيون الباكيات في الحلم يزهر بعد جدب حينما تمتد أيدي للسماء مناجيات في فكرة ما غادرت من عشها إلا وحطت في النفوس المرهفات في سحنة الفلاح تحضن كفه الأرض التي يهوى فتهديه الحياة في سحنة الفلاح تحضن كفه الأرض التي تهوى فتهديه الحياة جميل في آدم حمل الخطيئة وحده لم يتهم حواء كبرا وافتئات يا سلام في الحب يرسل في الربوع حنانه نهرا تطيب به الورود الضامئات في لحمة الأوطان يشمخ عزها الكل جسم واحد والخوف مات إن القصيدة بنت إحساس الذين يرتلون قلوبهم مثل الصلاة روح القصيدة أن تكون حقيقة لا أن تصورها الأمان الخادعات روح القصيدة أن تكون حقيقة لا أن تصورها الأمان الخادعات أحسنتي كثيرا دكتورة خديجة لفضة فوقي شكرا جزيلا أنت شاعرة مميزة ما شاء الله وعلى ما يبدو أنك متشبثة بالكثير من القيم التي هاجرها كثيرون للأسف من المثقفين وهذه ربما قضية تستحق أن نتوقف عندها نعم يعني ربما في الأون الأخير نحن نعيش زخما شعريا كبيرا وهذا شيء جميل ولكننا نجد صنفين من الشعراء صنف يكتب الشعر لأجل الشعر فقط ربما يكتبه قياسا على الفن لأجل الفن وإلى غير ذلك فجميل أن يكون الشعر جميلا وهذا مطلوب وضروري ولكن الأجمل منه أن يكون هذا الشعر الجميل يخدم قضية إنسانية أو يعني يؤثر تأثيرا جميلا ومفيدا في الآخرين من أمهات القضايا بحسب وجهة نظر الشاعر خديجة طيب من أمهات القضايا يعني على الصعيد العالمي أو على الصعيد العربي والإسلامي بشكل نعم يعني أن تكون حرا يعني الحرية أعتبرها قضية كبرى لدى الإنسان عموما ولدى الشاعر على أن تكون هذه الحرية حرية حقيقية لا حرية يعني بمقاييس معينة أحسنتي أحسنتي كثيرا وعند الحديث عن الحرية الحقيقية تحضر قضايا الشعوب التي تستحق واقعا أفضل من ظروفها الحالية التي تعيش خصوصا أننا نعيش في عالم يضج بالكثير من المواجئ والأحزان ولعل تجربتكم أخرا في الجزائر كان فيها الكثير من الألم لكن الشارع الجزائري استطاع بتماسكه وتشبثه أن يبلغ بر الأمان أو يكاد نعم إن شاء الله يعني نحن نحمد الله كجزائريين على أننا نعرف بأننا بلد المليون ونصف مليون شهيد يعني انتزعنا الاستقلال انتزاعا ومعروفا عن الشعب الجزائري أنه شعب في نفسيته مجبولا على الحرية وعلى التحرر في كل مراحله تجده دائما يناضل من أجل أن يكون حرا ومن أجل أن يعيش حياة كريمة يستحقه بعض النقاط يزعمون أن أهالي المغرب العربي الكبير ودول المغرب العربي الكبير مجتمعة يبرعون بكتابة النثر من مسرح ورواية وقصة وما إلى ذلك وربما كانوا أقل براعة في أشهار كيف ترين مثل هذه الآراء؟ بصراح ربما كان ذلك في فترة معينة صحيح يعني كان الشعر ربما المغارب عموما والجزائري على وجه الخصوص يعني في بداياته كان دائما يتأثر بالشعر المشرق ويعني طبعا علاوة عن الشعر القديم الجاهلي والعربي يعني الممتد عبر العصور العربية المختلفة ولكنه في الفترة الأخيرة لفترة يعني سنوات عديدة بدأ الشباب خاصة يميلون إلى الشعر يعني طبعا بعد أن برعوا كما تفضلتم في الشعري والرواية عفوا في المسرح والرواية والكتابات النثرية المختلفة نعم والقصة طيب إذا أردنا أن نتحدث الآن على وجه التخصيص عن علاقة المجتمع الجزائري خصوصا شريحة المثقفين مع الشعر العربي نعم من وجهة نظرك في حاضرنا المعاصر نعم كما ذكرت لكم يعني الشعر في الجزائر يعني متأخرا فقط أصبح له علاقة أصبح له حضور قوي لدى الشعراء ومن ثم لدى المجتمع يعني طبعا المجتمع خصوصا بعد الاستقلال كان يعاني من تراجع في اللغة العربية وفي قضاياها وفي إبداعاتها على وجه العموم يعني وهذا كان نتيجة الاستدمار الفرنسي الذي كان من أهم أهدافه القضاء على هوية هذا الشعب والقضاء على لغته العربية ولكن الشعب الجزائري كما ذكرت لك لأنه حر ويرفض الاستبداد ويرفض يعني الإقصاء أصر يعني على أن يعود إلى هذه اللغة العربية يعني عودة حقيقية ويعني مع تعاقب الزمن إلى يومنا هذا نحن نرى تطورا واضحا ومبشرا بالخير فيما يخص اللغة العربية وواقعها وإبداعاتها يعني فكرا ونقدا وإبداعا اليوم في الجزائر صدقت وبالحق نطقت الشاعر خديجة طيب اللحظة الحالية تلح علينا بضرورة أن تقرأ لنا قصيدة جديدة هذه القصيدة لك أن تختاري موضوعها مضمونها بحرها شكلها قافيتها فالأمر متروك لتقديرك الشخصي على أن لا تختلف جمالا عن السابقة وأنا واثق أن القصيدة التالية ستكون أجمل إن شاء الله سأقرأ كذلك قصيدة من القصائد الأخيرة تفضل سأقرأ مقطعا منها فقط مقطع من قصيدة لماذا مقطع فقط قد يتهمك جمهورنا بالبخل لأنها مطولة وهي مشروع لأن تكون مطولة أكثر نعم يعني أفكر ربما في أن أجعلها ديوانا صغيرا تفضل سيرة الناجي الأخير لم يمضي في طرقات الغي كان له ضوء من الحق قد أهداه سيرته يمشي وتومض من عينيه أمنية في صفحة الطهر كم تحكي حقيقته كأول الحلم يمشي الشوق في دمه للغاية الأسمى يمتص رغبته لا يعرف الخوف فالأهوال تعرفه من قبل أن يعي التحليق رحلته قد شاخى يحصر من أشجانه حكما ولم يكد يعتلي في الحزن قمته قد كان يعرفه في يومه غده والكائنات تحاكي فيه فطرته قد كان شبه رسول في تمثله وجه الحياة ولم يخضل نبوأته هذا هو الشعر رغم الخيال الذي للموت يرسله يمضي سديد رؤى ما ضل وجهته رغم الفراغ الذي من فك يجذبه لم يلتفت أبدا لم ينس فكرته الله رغم احتمال حلول الشك فيه يرى جدوى السؤال ولم يفقد بصيرته قد كان يعبر أسرار الوجود على متن الوضوح ولا ينهي مسيرته ينجو وكل شرور الأرض صاحية من بعد أن سمع المحمود دعوته ما شاء الله هكذا يكون الإبداع هكذا يكون الشعر وهكذا شكرا جزيلا استقيموا منسم الجمال أحسنتي كثيرا الشاعر خديجة طيب لا يمل حديثكم لكن لا بد من استراحة قصيرة مشاهدين الكرام نخرج الآن وإياكم إلى فاصل ومن ثم نواصل قوموا معا حيا الله ومشاهدين الكرام في كل مكان أعزائنا نرحب بكم من جديد في هذه الحلقة المتواصلة معكم من برنامجكم من أسبوع بيت القصيد ومعنا هنا في الأستوديو الشاعر الجزائرية خديجة الطيب أهلا بك مجددا أهلا وسلم قبل أن نذهب إلى قصيدة جديدة أريد أن تحدثيني عن الأجواء التي تفرض ذاتها عليك تحفزك بواعث الإبداع لدى خديجة الطيب ما الذي يحرضك على الكتابة ما الذي يستفزك والله ليس لدي يعني ربما طقوس مخصصة أكتب فيها القصيدة ولكن أنا إنسانة يعني أشعر كثيرا يعني أشعر بكل التفاصيل من حولي أحيانا يكون شيء بسيط أو موقف بسيط يمر بي يجعلني أكتب بيتا فيجر ذلك البيت مجموعة من الأبيات خلفه ليصبح قصيدة يعني أحيانا أجدني في لحظات الحزن أكتب قصائد ربما من أجمل قصائد التي أكتبها في لحظات الشوق في لحظات الفرح يعني هناك لحظات كثيرة تستدعي أن أكتب قصيدة وهناك لحظات أتمنى أن أكتب فيها ولكن لا يحضرني ربما الإلهام الشعري أو تحبسني ربما اللحظة الشعورية عن أن أكتب شيئا ما ولكن هذه اللحظة لن تحبسنا حتما عن الجمال المنتظر والمرتقب في القصيدة الجديدة تفضلي سأقرأ قصيدة كذلك هي من القصائد الأخيرة نعم وحاولت فيها أن أجدد في شكل القصيدة فجمعت فيها بين العمودي والقصيدة التفعيلية أنا من أنا أراكي على قمة الذكريات تفكين خيط الرؤى المشتبك طريق طويل وصعب قليلا ولكن قلبك لم يرتبك أراكي تمرين بين الرياح وضوء النهاية في مقلتك أراكي تسيرين فوق الرزايا تحيطين بالخاطر المعترك تجاوزت شوقا حدود الجوى ومزقت لون الدجا المحتلك ولا وقت فيك احتمالا يطول إذا اشتد عود المنا في دمك أراكي تقول فماذا ترين وكيف حضورك في ناظرك أنا فكرة لم يزرها الشرود الضياع القلق وما زلت أصعد في سلم الوقت ثابتة الأس في منتهى الشوق نحو اعتناق الأفق أنا فكرة حية لست بنت الورق أنا من أنا لعنة في الغياب وصوت يكسر من عزمه الفباب وبي شاعر مضخن بالعبور إلى كل درب طواه الشعور إلى الحب والشوق والأمنيات إلى الخوف والحزن والذكريات إلى الشك في صدق هذه الحياة إلى لا نهاية تبدو وراء انكسارات هذا الغياب هذا قول حسن أريد أؤثث هذا الفراغ الذي خلفته رياح الأمان أريد استعادة بعضي مني سأبعث في العمر عمرا جديدا بوعي جديد وأفق مديد وذاكرة حرة من قيود الزمان لكي لا أفكر فيما مضى لكي لا أفكر فيما سيأتي لكي لا أحن لكي لا أعاني سأرسم أمنيتي في الجدار ألونها بدم المنتفض وأجلس تحت الجدار أغني لعل طيور الأمان إذا شدها اللحن تأخذ أمنيتي للبعيد سترجع أمنيتي في زمان جديد وراء الجدار إذا ما تغير في انتمائي إليك إذا ما أصاب الغبار العيون التي رهن عشق لديك إذا ما تحايل في خاطر صوت عمري يريد التوغل في عتمة الطين سرا إذا ما غوته الفراشات ذات الحرير المزركش بالهفوات وينسى بأنك وحدك تعلم ماذا يريد وأين سيوصله درب هذا الشتات أعد للبداية كل الجهات وخذني إليك يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الله هكذا يكون أنسنة الموضوعات هكذا يعني ينجح الشاعر بتخليق الإنسانية بمفردات تبعث الأمل كل الأمل في نفوس كل القراء أو أغلبهم حتى لا يظن البعض أننا نجامل لكنها حقيقة هذه القصيدة عالية جدا وكنت موفقة فيها وهذا رأيي الشخصي بعيدا عن أن أتطفل على ناقد أو أن أتداخل متعارضا مع شاعر ربما لا يفضل هذا الشكل من الكتاب لكنني وجدت في النص الذي استمعت إليه من حضرتك الكثير الكثير من الإنسانية العالية والجمال الشاهق شاعر خديجة الطيب بكل صراحة الكثير من الشعراء إذا ما أراد أن يكتب عن الوجه فإنه يكون مستسلما لهذه الآلام يائسا محبطا قانطا قنوطا إلى آخره لكن إذا ما أردنا أن نتحدث عن متلازمة الوجع في قصيدة خديجة الطيب كيف تتخيلينه؟ وما الذي تحاولين أن تفككيه في نصوصك حينما يفرض الوجع نفسه عليك في قصائدك؟ نظرتي للكتابة في موضوع الوجع أو الحزن نظرة ليست تشاؤمية وليست سلبية بحتة تخلو من الاستسلام نعم طبعا أنا أستطيع أن أقول بأنني أكتب عن الحزن بشموخ أنا لا أحب أن أستسلم لهذا الحزن لذلك أكتب عنه تحديا له واستفراغا له جميل ويعني في محاولة مني لتحويل هذا الحزن إلى شيء جميل تكتبين عن الحزن بشموخ لقد استوقفتني هذه العبارة ألا ترين أنها تشبه فلسطين نوعا؟ صحيح نعم عن فلسطين في تجربة خديجة الطيب بكل أريحية وعفوية تفضل نعم فلسطين في وجداني وفي وجدان ربما كل عربي وكل جزائري على وجه الخصوص تعيش بنا منذ أن كنا صغارا يعني نحن تربينا على فكرة أن الجزائر وطننا والقضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى كجزائريين وكعرب وبالتالي أستطيع أن أجزم لك ربما بأن كل شاعر جزائري على الأقل إن لم يكتب فهو قد كتب قصيدة واحدة في فلسطين وأنا مثلهم وربما أزيد على ذلك لأنني من الذين يرون بأن القضية الفلسطينية هي قضية جوهرية في أمتنا العربية والإسلامية وانتصارنا لها اليوم وغدا يحدد مبادئنا تجاه هذه الأمة ويحدد مدى انتصارنا لقضايانا ولقضايانا ربما التحرورية والبنائية والمستقبلية تعيش القصيدة حينما تكون متضمنة ومحتوية لموضوع يعالج قضايا الناس لا ينسلخ عن أمالهم وعن طموحاتهم وعن قضاياهم وعن ما يبحثون عنه القصيدة تعيش بقدر قيمة القضية التي تقدمها ما رأيك في ذلك؟ طبعا أنا في نظري الشاعر الحقيقي هو الشاعر الذي يملك قضية وسيعيش مدى ما عاشت قضيته يعني نحن نذكر الكثير من الشعراء الشعراء ربما الذين يسكنون وجدان الناس أكثر ما يعني الذين يسكنون أكثر في وجدان الناس هم أولئك الشعراء الذين تبنوا قضايا تمسها أولئك الناس نعم إذن الشاعر أكبر من أن يكون مجرد زخرفة طبعا جميل وإلا لا فشلنا في أن نصل إلى هؤلاء الناس الذين ندعي بأننا نتحدث بلسانهم يعني الشاعر له هبة من الله عز وجل صحيح وهي أنه يستطيع أن يشعر ويزيد على ذلك الشعور بأنه يستطيع أن يعبر بطريقة جميلة عن ذلك الشعور الذي يحسه بل ويستطيع أن يعيش تجربة غيره فيعبر عنها بطريقة جميلة فإذا لم نستطع أن نصل إلى هذا التصوير الجميل في قصائدنا فنحن يعني شعراء في أبراج عاجية بعيدون عن الناس وبعيدون عن الرسالة الإنسانية التي يسمو بها الشعر الذين يرون الشعراء أنه لا يتجاوز كونه شكلا من أشكال الترف اللغوي ولا ينتصرون لقضية ما أو يجدون أن القضية عبء على نصوصهم ما هم إلا كمن يقدم عرائس من الشمع لا روح فيها وتبقى جامدة وسرعان ما تتعرض إلى التلف ربما سيصفق لهم الجمهور وهم على المسرح أو أحياء ربما أو في لحظة القراءة لتلك القصيدة ولكنهم سينسون سرعان ما سيكتشفون أن هذه الكلمات هي كلمات ذات ترف لا قيمة لها تنتهي عند حدود الأذن والذائق تشبه أزينة تنتهي عند حدود الأذن أحسنتي كثيرا إذن القضية هي روح القصيدة صحيح وإذا غابت هذه القضية عن القصيدة ولم تكن حاضرة هذه الروح أفرغت القصيدة فالقصيدة تشبه الجثة الهامدة صحيح ليتهم يفقهون هذه الحقيقة أستاذة أو دكتورة خديجة نريد أن تقرأ علينا المزيد فوالله إن شعرك لا يمل وأن فيه الكثير من الجمال والحكمة التي ينبغي أن نتوقف عندها كثيرا أعجبني حقيقة قولك عن القضية وحتمية وضرورة أن تكون القضية حاضرة في شعر خديجة الطيب دبا وكذلك كل الشعراء الحريصين على أن يخلدوا في حياتهم وبعدما ينتقلوا إلى غير مكان إلى القصيدة الجديدة سأقرأ قصيدة في القضية الجوهرية التي نؤمن بها جميعا وهي قضية فلسطين سأقرأ صرخة الزيتون من ذا يفض عن الفؤاد حداده ويريق من ماء العروق مداده ما الموت إلا قصة منسوخة للفقد يعرش في الحشى إرعاده تنسل من شفة المجاز حكاية للمجد يقدح في المدى أزناده رغم الردى سيعود صبح الناس يرجع للذي لفظ الأسى إسعاده يا وحدنا بالأمس كنا وحدنا نصطاد حلما تحت سقف الدار سطر شوقنا ميعاده أمي تفتح للصباح دروبنا يدها تعد لنا الدعاء مع الطعام ترش من ماء تحت الركام القصف ويقتل حلما نصطاد حلما نصطاد حلما تنتهي تنتهي هذه الحروب أمن لقيانا خيال يا صرخة الزيتون وجعل حقيقة في متاهات السؤال لا بد يوما لا بد هذه الحرب يوما تنتهي ونعيد للحلم الذي استدناه يوما تحت سقف الدار شوقا في المدى ميعاده يا لمتاهات السؤال يا خديجة أهدي هذه القصيدة طبعا للشاعر الشهيدة هبا أبو ندى وليصديقة مريم غزة التي تتواجد الآن في غزة هي وأهلنا جميعا هناك نسأل الله لهم الفرج القريب وكذلك نحن بدورنا نترحم على الشهيدة الشاعر هبا أبو ندى ونسأل الله السلامة للشاعر مريم قوش وكل الشاعرات والشعراء وكل أبناء فلسطين وكل عالمنا العربي والإسلامي وكل أحرار العالم الذين يستحقون واقعا أفضل بحكم ضمائرهم النقية ونواياهم السليمة استراحة قصيرة مشاهدين للكرام إلى فاصل من ثم نواصل أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام وصلنا إلى هذه الفقرة الختامية حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد ومعنا هنا في الأستوديو الشاعر الجزائرية خديجة الطيب من جديد يعني إذا ما أردت أن أسألك وأريد إجابة صريحة ما يشغلك من وراء كتابة الشاعر؟ ما هو الهاجس الذي تبحثين عنه؟ ما هو الضوء الذي تودين أن تصل إليه؟ حدثين عن الأهداف المسموح بأن يعرفها القاص والداني في الحقيقة هدفي من كتابة الشعر بسيط جدا وحاول من خلال الشعر أن أصل إلى قلب كل متلقي إلى قلب كل قارئ لقصيدة ما أو نص ما أكتبه فيعني على الأقل إذا شعر بما أشعر به أو إذا تأثر بربما بيت أو بيتين أو بيعني أستطيع أن أقول بأنني نجحت هدفي من الشعر أن أبث رسالة جميلة طيبة في نفوس الآخرين وأن أطلق رسالة لهذا العالم مفادها أنني أنتصر للإنسان للحقيقة للمبادئ السامية التي ترتقي بالإنسان دائما إلى الأعلى ولا تهبط به إلى القعر هذا ما ينبغي أن يتطلع إليه الكثير من الشعر شعرتنا خديجة لكن إذا أردنا أن نتحدث الآن عن القصيدة المميزة أو القصيدة الحلم ولكي أن تقولي القصيدة التي تستحق أن تعيش ما شكلها؟ ما لونها؟ إن القصائد تشابهت علينا من كثيرين ونبحث عن القصيدة التي تستحق أن تعمد وتكتب بماء الذهب ربما هي القصيدة الصادقة الصادقة النابعة من تجربة الشاعر الحقيقية دائما أقول لو كتب كل شاعر تجربته الإنسانية الخاصة به لا أصبح لدينا قصائد متدوعة وجميلة جدا ونستطيع أن نستمتع بها وفي نفس الوقت أن نستفيد منها ربما القصيدة التي يستحق لها أن تخلد هي القصيدة الصادقة الحقيقية التي تكون وليدة تجربة الشاعر الشخصية الحقيقية لا مقتبسة من قصائد الآخرين أو متأثرة بقصائد الآخرين جميل هو التأثر ولكن الأجمل منه هو أن أوظف تأثري بتلك القصيدة أو بذلك الشاعر في وصف حالتي أنا وفي وصف تجربتي الخاصة ومن ثم خلق تجربة جديدة تضيف إلى الجمال وتضيف إلى الإبداع الشاعر خديجة طرأ على الساحة الشعرية أو الوسط مؤخرا مصطلح الشاعر الحقيقي هل أنت مع هذا المصطلح؟ وإذا كنت معه يعني من هو الشاعر الحقيقي؟ ما شكله؟ ما هي ملامحه؟ ما هي صفاته؟ كيف نميزه عن غير الحقيقي؟ نعم هو نفسه الذي كنت أتحدث عنه الآن هو ذلك الشاعر الذي ينجح بأن يكتب في اللحظة الصادقة يعني وأن يتجرد ربما من أن يكون يعني لا نقول موضوعيا ولكن أن يتجرد من كل القصائد التي ربما تظهر أو تطفو على سطح الشعري اليوم ويحاول أن يكون هو الشاعر الحقيقي هو الذي يكتب نفسه ولا يكتب الآخرين إذا نجح كل شاعر في كتابة نفسه في التعبير عن تجربته الخاصة فهنا نكون بصدد التعريف عن شاعر حقيقي يبدعينا نتعاون أنا وأنت عن مميزاته المتخيلة في بالك ما هي المميزات التي تميز هذا الشاعر عن غيره من الكثيرين الذين يمرون بلا عداد نعم هو شاعر في البداية يشتهد على قصائده نعم يعني لا نقول الشاعر الحقيقي هو الذي يكتب نفسه فيكتب ما حصل فقط ولا يجتهد متعدد الثقافات أكيد نعم يجتهد يقرأ يعني يكون مثقفا يلم بالعالم من حوله بالتطورات العالم بما يحدث في الإنسانية وفي نفس الوقت يعني يحاول أن يصبغ هذه القصيدة بنفسيته وبشخصيته يتطاول على ثقافته لا نقول يتطاول وإنما يحاول أن يمتح من تلك الثقافة بما يتناسب مع شخصيته هو وينتج لنا قصيدة تكون مواكبة لهذا العصر وفي نفس الوقت تعبر عنه وعن دواخله وعن أفكاره ومبادئه يبالغ باستيراد أساطير وقضايا لا بالعكس وثقافات الآخرين لا الثقافة لا تعني أن استورد ربما كلمات جميل أو أساطير معينة وأقحمها في نصي حتى يكون نصا حداثيا أو مواكبا للعصر لا الثقافة يعني تجعلني أفهم الكون من حولي وبالتالي أستطيع أن أكتب نصا صادقا من جهة ومن جهة أخرى مواكبا للعصر يتماشى مع العصر يصل إلى الآخرين بكل سهولة ومن القصائد التي ستصل إلى الآخرين بكل سهولة لا ربما كانت القصيدة القادمة التي ستقرأينها علينا سأقرأ نصا متفائلا طموحا جميل يعبر عن كل إنسان وعن كل شاعر يرنو إلى الرسالة السامية في هذه الحياة كطير شده التحليق أرخى جناحا فوق أجنحة الرياح تداعبه بنات الضوء ليلا ويفطر معه ميمات الصباح يا سلام من جديد لو سمحت تداعبه كطير شده التحليق أرخى جناحا فوق أجنحة الرياح تداعبه بنات الضوء ليلا ويفطر معه ميمات الصباح يمد يدا كمد الأفق شوقا فتسقي ربها كأس الفلاح تراوده عن الجد والمرايا فيحطمها يقين فيه صاحي وتسأله الطريق الأمنيات فيشرع قلبه ملءا شراحي على مهل يربي الأمس حتى يصير غدا تطالعه النواحي يقول الحر يولد ثم فعل ونعم الفعل في قول الصحاح ونعم الفعل في قول الصحاح شعرك لا يخلو من الحكمة والنصح أحيانا رغم أن كثير من المتأخرين أو المؤاصرين يرون أن هذا يضعف القصيدة ما رأيك برأيهم بكل بساطة؟ إذا سلمنا بهذا القول فنستطيع أن نقول بأن المتنبي شعره ضعيف والمعربي كذلك والكبار الشعراء الذين تربينا على قصائدهم المفعمة بالحكمة والمفعمة بالنصح الذي يسمو بالإنسان ويأخذه إلى النجاح في هذه الحياة أنا في قصائدي عندما أنصح الآخرين ربما إن صحت كلمة النصيحة فأنا أبدأ بنفسي أولا ولهذا تجدني دائما أتكلم في المواضيع التي تمسني شخصيا وسبحان الله أجدها دائما عندما ألقيها على الجمهور تصل إلى المتلقفة يقولون نحن تمسنا كذلك وتصلنا هذه الأفكار وهذه النصائح فأسعد بها كثيرا طيب بسرد مقتضب أبرز الملامح الإنسانية والومضات التي ينبغي أن تكون حاضرة في قصائد مختلف الشعراء من الموضوعات التي تعزز فكرة أن فطرة الإنسان سليمة أن الأمل بالتضافر الأمل بالتكافل أبرز هذه الومضات الإنسانية التي تنادي بها خديجة وكذلك تنصح بها الكثير من الشعراء أن يستوردوها وأن يقدروها وأن يجد لها مكانا في قصائدهم ربما أبرز شيء يجب أن يكون هو أن ينزل الشاعر من برجه العاجي أن يتمكن من لغته أحسنت ولكن يوظفها في نفس الوقت في التكلم بلسان الآخرين في التحدث بلسان الذي فقد عزيزا عليه أن يكون صوت من لا صوت له صحيح يعني يشعر بمن فقد عزيزا يشعر بمن يعاصر مرضا عضالا مثلا يشعر بمن احتلت أرضه واغتصبت خيراته ويعني يعاني الاحتقار ويعاني أشد أنواع الإرهاب الذي أصبحنا نراه اليوم يسوغ بقوانين دولية أو يكسر القوانين الدولية ولا يوجد من يردعه أن يتكلم بصوت من لديه معاناة ولا يستطيع أن يوصلها إلى الآخرين أن يتكلم بصوت الطموحين الذين يحتاجون إلى من يزيد من يعني رفع معنوياتهم لا شك في هذا ليصلوا إلى أهدافهم هذا هو الشاعر الحقيقي الذي أصب أن أكونه إن شاء الله ومن القصائد التي تحرص الدكتورة خديجة على قراءتها في مثل هذه اللحظات لعلها القصيدة المرتقبة أو النص الجديد قبل القصيدة هل تجدين هناك تمييزاً يجبياً في نفسك ما بين قصيدة وثانية من القصائد التي كتبتها أنت أم أن لهم القيمة والحب المتساوي في نفسك في الحقيقة كل القصائد هم بناتنا ولكن هناك بعض القصائد مدللات على غيرهم تكون مدللة ربما للحظة التي تخرج فيها ربما تكون لحظة فارقة في حياة الإنسان وأحياناً سبحان الله هناك بعض القصائد أنا عندما أتحدث للآخرين قد لا يصدقونني القصائد التي أحبها كثيراً هي تلك التي تلد دفعة واحدة تلك التي لا تشقيني ولا تتعبني في كتابتها أجدني دائماً أرددها وأحب أن أقرأها جميل جداً خذينا إلى قصيدتك التي تودين فأقرأ قصيدة قصيرة مؤخراً أجدني لا أحب أن أخرج عن الشكل المعروف للقصيدة العربية ولكنني أصبحت أحب أن أجدد فيها بما يتماشى مع الأصول فأصبحت أعود نوعاً ما إلى القصيدة التفعيلية قصيدة قصيرة بعنوان أو تقول تراب وماء وروح سجينة وجود يكبله اللا وجود تحاول تصعد يثقل فيها التراب تحاول تصعد يثقل أكثر فتمكث ترخي حبائلها وتغني حزينة على أهبة العشق لا تعرف المستحيل تغني تطير الفراشات من سجنها للفضاء الكبير تغني يذوب التراب فتعلو يذوب فتعلو وتسبح في خافقات السكينة يا سلام مفرد التغني كررتها أكثر من مرة هذا الإلحاح الموسيقي هذا الإلحاح بتكرار اللفظة نفسها ما الذي تودين من خلاله أن تشيبه إلى القارئ أو تريدينه يكتشفه مثلاً هنا أتحدث عن ربما تجربة شخصية وقد تكون قد يشترك فيها كثير من الناس عن ثنائية الطين أو المادة والروح أنا كشاعر أشعر دائماً بأنني حين أكتب الشعر أنا أتخلص من المادة التي تسجنني وأحلق في الفضاءات البعيدة لذلك الغناء هنا أقصد به الشعر الذي يحررني من ثقل التراب ويطلقني في السماء نعم هناك خمس مفردات سأطرحها عليك الآن لا أريد تعريفها المتعرف عليه والمتداول ما بين الناس وإنما التعريف الذي يمس يعني خلينا نقول طريقة خديجة بالتفكير نعم التعريف الذي يمس قلبك وكيف تنظرين إلى هذه المفردة أو إلى هذه الآلة أو إلى هذه الفكرة باختصار شديد نريد الإجابات دون إسهاب بالشرح سأجعل قلبي يجيبي لن أعطني الإجابة بمفردات محدودة تمام النظارة النظارة بالنسبة لي النظارة أعتبر الشعر النظارة للحياة النافذة النافذة هي زاوية في الروح تتطلب مننا أن نفتحها في كل يوم حتى نطل على الأفق البعيد الريف الريف المدى الواسع الذي يعود فيه الإنسان إلى فطرته السفر السفر عالم من المغامرات والتجارب يعني على أنصح كل إنسان أن يركبه حتى يكتشف الجديد دائما الرفيق الرفيق هو كل من يستحق أن يشاركك أفكارك ومبادئك وأحلامك لا يمكن للرفيق أن يكون شخص مثلا يحمل أفكارا مختلفة عن أفكارك نعم ولكن يعني على الأقل لا يختلف معك بأفكارك لا يصارعك بها لا على الأقل لا يستطيع أن أتحاور معه بإنسانية نعم يعني ربما أبقى أنا متشبثة بأفكاري ويبقى هو متشف يعني هناك شكل من أشكال المستجام والتناوم ولكن هناك توافق على الكليات وإن اختلفنا على الجزئيات الوقت مر سريعا شاعر خديجة الطيب من الجزائر وعلى ما يبدو أننا أو شكنا نصل إلى الختام نريد قصيدة تصلح خاتمة لهذه الحلقة من بيت القصيد تفضلي سأختم بأبيات قصيرة مقطع يعني أحب أن أردده دائما حينما أعتلي المنصات منذ أن حدثت الحرب الأخيرة على فلسطين نعم أقول فيها تحاول أن ترتق لي مجازي فتصنع من تشكله قصيدة ولكن المجاز بعمق صدري تفتته احتضارات شديدة جراحات تحوم على رفاتي وريح اليأس تذروني حصيدة وأي كناية ستفض حزني وأي الشعر يكفي كي أبيده دعي الأشعار واخلق لي مجازا يحولني شهيدا أو شهيدا ما شاء الله تبارك الله أسأل الله أن يتم عليك هذه النعمة نعمة الشعر ونعمة القول الحسن ونعمة المبدأ والتشبث بالفكرة العالية والقضية السامية دكتورة خديجة طيبة الشعر الجزائرية وقبل أن نختم كلمة تسجل عليك في حب الجزائر والعراق وفلسطين وكل الأمة وأحرار العالم كلمة تبقى خالدة ماذا تقولي؟ نحن وطن واحد جرحنا جرح واحد وحلمنا حلم واحد وفوزنا إن شاء الله فوز واحد إن شاء الله شكرا جزيلا لك شرفتنا بهذه الحلقة الشاعر خديجة الطيب من الجزائر شكرا جزيلا شكرا جزيلا على هذه الدعوة الطيبة شكرا لقناة الرافدين وشكرا لكم أستاذ مصطفى على حفاوة الاستقبال وعلى هذه الدعوة الكريمة دمتم وسلمتم شاهدنا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته وإذنه ومشيئته يتجاددوا لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر وحتى ذلك الحين ظلوا في أمان الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر